عدد الوفيات الكبير في دور الرعاية الصحية للمسنين أبرز القصور في تعامل الحكومة البريطانية مع جائحة كورونا الذي تسبب في وفاة ما يزيد عن 20 ألفا من كبار السن كانوا يقيمون في دور الرعاية الصحية وكان الأسبوع الماضي قد شهد مواجهة زعيم حزب العمال كيريس تاملر لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أخبر الأخير بأن اصدرات الصحة العامة في انجلترا كانت ملتبسة بشأن دور الرعاية الصحية وكانت سارية حتى يوم الإغلاق في الثاني عشر من مارس الماضي لكن جونسون رد بأن حكومته تحركت بسرعة لحماية دور الرعاية بل أغلقتها قبل الإغلاق العام لكن ليس هناك أي دليل أو تجيه صدر من الحكومة البريطانية بالإغلاق المبكر لدور الرعاية قبل الإغلاق العام وكشفت رويترز بأن ما جاء في وثيقة هيئة الصحة العامة في انجلترا يطلب المسؤولي دور الرعاية للمسنين بمراجعة سياسات الزيارات الخاصة وأنه يجب الأخذ في الاعتبار رفاهية السكان والتأثير الإيجابي لرؤية الأصدقاء والعائلة ولم يصدر أي قرار بمنع أو إغلاق دور الرعاية المسنين إلا بعد عشرة أيام كاملة من الإغلاق العام في بريطانيا وقد أفاد التحقيق الذي أجرته رويترز الأسبوع الماضي كيف كان تركيز الحكومة على حماية المستشفيات لمنع اقتضاد أجنحة الطوارئ وأنه تم تحويل العديد من المرضى إلى دور الرعاية ولم يخضع معظمهم لاختبار الفيروس